ماشي ممكن نتكلم على تحب نتكلم على مرانة عطية يلا انا بشوف ان مصر كلها لازم تشكر فريرة مدرب نادي الزمالك على الجوهرة اللي اسمها مرانة عطية طبعا الرجل شايفه تكلم مع ماجلس دارة نادي الزمالك ماجلس دارة دي هنتعقد مع مرانة عطية في النادي الاهلي امر راح خلص مع مرانة عطية وبعدك اه تحول الى اهم نظري لاعب في منظومة الكابتن حسام حسن القصة اللي بيعملها مرانة عطية انه هو ازاي بيستخلص الكرة من غير فول من غير التحامات كتيرة تعمل فولات او انذارات والانذار اللي خدوا مبارح مرانة عطية هو كان انذار في مشده استعلا واليك كذا نقطة القصة في مرانة عطية فيه الكرة دي كانت الكرة الاولانية كرة اول منزة الكرة التانية من لعبي مورتانية هتلاقي على طول مرانة عطية هو اللي بيحمي منتخب مصر في الكورة التانية وده اللي قاله الكابتن حسام حسن في المؤتمر الصحفي المبارات تاعت كافرد لما قال لك مران عطية هو أهم واحد بيقدر ياخد لمنتخب مصر الكورة الثانية هنا مران أول ما الكورة دخل التحم فيها الكورة ما قطعتش لسه برضو مكملة عارف يا كريم إمتوا فين؟ إمتوا في التوقع إزاي هو بيتوقع مصار الكورة وبياخدوا الكورة من غير فاول وبيسلم الكورة صح وهو ده الأجمل والأعظم وهو بيسلم الكورة صح الكورة دي صعبة جدا هنا عاوز أقول لك الراجل خد مران عطية في ظهره فأول ما الكورة بص هتلاقي مران عطية مش سايق بالراجل لغاية لما ياخد الكورة من الراجل فهنا الكورة قطعت تاني هات المنتخب مريتانيا سبق مران عطية هنا أول ما مران أعطي الكورة عاوز أخ���iereيك بقى حاجة .اخد الكورة إزاي بص يا كريم الفرايم اللي بعده لما مرانه عطية هيجي بص بص الراجل عامل فيه ماسك فيه ماسكه إزاي؟ والله أنا عزي بص لراجل ماسكه هو هو أول حاجة طول مرانه اعطيه مرتين ومسك الراجل عارف اخدص فلوكس على الارض والله بص عابل زي ومراه اعطيه بيقوه على الارض طلع الباص صح لعمر مرموش عشان تبقى هجمة لمنتخب مصر نفسه برضو الكلام الكرة التانية اللي هنا لمنتخب مصر برضو مرتانية اخدت الكرة بص مراهن اعطيه فين رامر ابيع حاول يستخلص الكرة من فاش بص فرق المسافة رغم كده الراجل هيقوم داخل فريم اللي بعده على طول هتقوم داخل وقطع الكرة دي قيمة مراهن اعطيه نهو بيقطع الكرة وبيسلم صح الفريم اللي بعده عاوز اواريك برضو حاجة تانية مهمة جدا بص يا كريم الكرة دي كرة دي كانت تانية كان منتخب مصر آآ لاقف فاول اول ما الكرة تقطعت برضو مراهن اعطيه واخد الكرة وبعد ما اخد الكرة وهيدوس عليها على الارض هيسلم لمحمد صلاح بص صح وهو ده المهم ان هو بيسلم محمد صلاح بص وجات كورنر بص بقى كريم الكرة دي معلش لاحظة واحدة نرجع قبل ما قبل هو مش بس دور دوره في استخلاص الكرة في قطع كوراته طالعك تسلم صح هنا زي ما بقولك اول ما مراهن اعطيه انا برضو استرام الكرة الفيجن اللي عنده قدرته على ارسال الكرة العالية شوف الفريم اللي بعده عطول اول مراهن اعطيه بص يا كريم البص ده بص اكتر من رقع نقل بي مصر كلها ببص بمنتهى الدقة والاكرسي عشان الكرة لما تنزل هتنزل لمحمد صلاح وبتبقى هاجمة برضو المنتخب مصر لغاية الكرة الاخرانية اللي في الصورة اللي بعدها اللي جات اللي جي منها الهدف اللي كان جي مي لسه بيتكلم عليها نفس الكلام هنا مراهن اعطيه اخد الكرة وهلع اعافك اوليها بالكرة دي بوش رجل الخارجي بطريقة معانة عشان السورف بتاعها لما تنزل تنزل لجوة الملعف محمد حمدي لما يتزوء ويدوس عليها كانت بسهولة معاه وبالمناسبة انا عجبني جدا محمود صابر مرحل وتمنى ان محمود صابر يكمل مع منتخب مصر وتمنى ان في وقت ملاوقات بدل محمدي ومروان مرانو محمود صابر بسبب قدرته على ارسال الكور العالية وقدرته على الفيجن اللي عنده ازايد كمان اللي هو في عمل لك في دهرة الفعلة ما حد بيكون قد يلعب قدامك تكتل محمود صابر عجبني جدا مصرحة